للأسف أطفال كتير بيقضوا وقت كبير جدا من يومهم على التطبيقات المختلفة سواء تيك توك أو انستجرام أو فيسبوك وطبعا زي ما التكنولوجيا لها فوائد وإيجابيات طبعا لها سلبيات برضو وده ممكن يكون بيتسبب في أذى للطفل أو الشخص اللي بيهتم بالتطبيقات دي عشان ساعة بتلاقيها بعدته تماما عن أنه يهتم بنفسه من ناحية أكل شرب رياضة تواصل مع الآخرين وحاجات بنحتاجها في حياتنا اليومية بصفة يومية ولكن بتلاقي الأطفال انعزلت كده وبقت عيشة لوحدها في عالم لوحدها من السوشال ميديا وقفلت على نفسها وبعدت عن أسرتها وبعدت عن صحابها وده ممكن يوصلنا لمرحلة فكرة إذاء النفس وطربات أكل يعني أعتقد أن دي حاجات مكناش متخيلين أنها ممكن تصاحب إدمان لتيفتاة الأطفال صاحب إنا مشكلة بتعيشها بيوت مصرية كتير جدا ولدنا اللي بيعودوا ساعات طويلة على تطبيقات الفيسبوك وتيك توك وغيرها أول ما ابني أو بنتي بتصحى من نوم تقعد بالساعات مخاطر ده على النفس الخاصة أو على الآثار النفسية للطفل والطفلة إزاي يتعامل مع التكنولوجيا دي إزاي نحاول نرشد تعامل ولدنا مع هذه التطبيقات وتأثيراتها النفسية دي موضوعات هنتكلم فيها مع ضفطنا اللي من ورانا في استوديو صباح الخير يا مصر دكتور سمر كشكي استشاري الصحة النفسية أنا دي كفا يعني ده واقع عايشينه كلنا في بيوتنا كلنا مع ولدنا يعودوا بالساعات على الآيباد أو على الموبايل مع التيك توك والإنستجرام والفيسبوك والتطبيقات المختلفة أولاً عايزين نوضح للسادة المشاهدين خطورة أني أسيب ابني أو بنتي تقعد فترات طويلة مع التطبيقات دي هو ما يفعش ابني أسيب ويعمل أي حاجة كده بدون رقابه وبدون معرفة وبيعمل إيه وبتفرج على إيه وإيه اللي بيطلع منه ولادي لو قاعدوا أكتر من ساعتين متواصلين أنا كده خطر وخصوصاً السن الصغير أوه لأنه هو بيبقى ما عندوش أي ليقة بدنية ما بيقدرش يقوم يعمل أي حاجة من الأكتب دي لتقعد ساعتين ما بتتحركش نهائي وده في سنه صغير الموضوع صعب لأنه هو سنه ده ببني على الحركة واللعب والجاري والطنطيت إن أنا حجمته وقعدته أنا غيرت كل حاجات الجسم واللي ربنا خلقها طبيعية تاني نقطة إنه بيدمن ده بإنه ما بيعرفش فعلاً يشيل من إيده لما تيجي تقوليه هنروح نزور فلان هو مش عايز هنروح نعمل أي حاجة من الحاجات الاجتماعية هنروح تمرين مش عايز هو خلاص أدمن دي ولو حاجة شدته هي دي المصيبة والألعن والأصعب التحديات اللي الولاد بتعملها ودي معمولة ومستهدفة لولاد بسن معين بشكل معين وممكن تؤدي لقدر الله للوفاة لازم الأهل عارفين ولادهم بيعملوا إيه عارفين ولادهم بيلعبوا إيه بيتفرجوا على إيه إيه مدى وصلوا له لإيه مشكلتنا نحن هم نعودش كتير مع أولادنا وطالما قاعد على البتاع اللي ماسكه ده خلاص أنا مريح دماغي والست مشغولة في شغلها والراجل يما ييجي من الشغل عتعبان مش قادر حد يتكلم معاه فطالما هم مريحيني على كده أنا مستريح لا هو بعد كده هيتعبك لأنه هياخد على كده على العزلة على عدم التواصل الاجتماعي مع الناس البشر العاديين ومش عارف يتواصل معهم ولا يتكلم معهم بتلاقيه طفل عنيف جدا ومؤذي لما يقعد مع ولاد بقى حقيقين يقعد يلعب تلاقيه مؤذي لأنه مش واخد على كده ومش واخد يتعامل بالشخصيات اللي قدامه واخد على الحاجات اللي وراء الشاشات واخد على الألعاب العنيفة اللي بيشوفها أو الفيديوهات العنيفة أو الحاجات اللي بنشوفها دخيلة على الفيديوهات بتاعة الأطفال دي بتوديهنا في حتة تانية خالص وسكة ملهاش رجوع لأنه هو بياخد عينيه بتاخد على كده صحيح فصعب أن أنت ترجعه بقى للحياة اللي طيفة العادية خالص فأنصح الأهل أن فيه تطبيقات بتنزل على الموبايلات أقدر أعرف إبني بيتفرج على إيه إحدوده بعمل لموبايل إبني ما ينفعش فيديوهات بشكل معين تجيله ما ينفعش ليه أردر ما ينفعش تمسك الموبايل دلوقت خلاص وخصوصا وقت الأكل هو وقت الأكل أغلب الولادية بيلعبه جيم بيكلم مصحابه بيبعت على الواتساب بيشوف فيديوهات هو لم يركز هو بيأكل إيه ولا بيأكل قد إيه ما بيأكلش كمان يعني مدماجه كله رايح على الموبايل ما هو كان لقمة وقعد يود على حد خلاص أوسي لحظة وحدين ممكن البعض يفضل يأكل يأكل وما يحسش النفل أبدا بالزبط فهذا ممكن يؤدي لسمنا أو نوع الأكل المعين اللي ممكن يكون بيتاكل بيفضلوا حاجات يعني في شكل أو في صورة ساندويتش بحيس إنه إيدينا تم أفاضية نعرف حاجة سريعة أنا عايزي خلص الفقرة بساعة الأكل دي أعود على الموبايل ما هي دي بقى الأهل بيحددوا قواعد وقت الأكل دي احترامه وقت قاعدة البيت لازم أدي لولادي من الوقت لأن هما لازم يتعلموا حاجات هيتعلموا الثقافات منين ما أنا اللي بتحلقهم الفرصة أن هما يعودوا يتعلموا الحاجات دي من برا في حاجات كتير قوي وتساؤلات كتير قوي عند ولاديهم ومعرفوهاش وأنا المرجع الأساسي ليهم طب أنا مش فاضية ما هما هيدوروا عليهم بعدين فكرة الحوار كده بتروح يعني فكرة دي أنا أقعد مع ولادة أتكلم معاهم أسمعهم وهم يسمعوني خلاص دي بتتلغي ما تبقاش موجودة وبتبقى تقيلة على القلب بقى يعني تقعد الولاد ما هو ده اللي أنا عايز أقولي دي أنا ما أعتقدش إن الأهالي بقتهاية المرجع للولاد الولاد في إيدهم تريفون فهم مش محتاجين يسألونا عشان الأهل مش قاعدين ولا مهتمين هو بصي أنا عارفة التساؤلات اللي بتدور في دماغ ابني لأن أنا مريد بالمرحلة دي أو بشوف صحابه أو بشوف قريبي بيسألو الأسئلة دي فأنا عارفة دماغه بتدور في إيه فأنا محور الحديث أنا اللي بعمله وأنا اللي بنشأه إذا في حديث أنا لازم أعمل ده ده دور الأهل ما فيش ابني هيجي يقعد مع أهله منه لنفسه كده طالما عنده بديل لألعاب وبلايستيشن وحاجات تانية كتير دنيا تانية أنا مش جواها لازم أنا أقطحم العالم ده أقطحمه إزاي إني أنا اللي بلم ولادي أنا اللي بخدهم قاعد معاهم تعالوا نسهل نتفرج على حاجة كلنا تعالوا نقعد كلنا سبكوا بقى من الموبايلات والحاجات دي إحنا هنلعب لعبة كلنا سوا هنخرج كلنا ما فيش موبايلات ولا حاجات هنقضي يوم سوا يتعلموا يتواصلوا مع الآخرين إزاي هما بتواصلهم معايا يعرفوا يتواصلوا مع الناس المعلومة اللي عايز يعرفها أنا بفتح مواضيع المسؤول عن فتح المواضيع الأهل مش الولاد فيه ولاد ما عندهاش لا استقافة أن هم يفتحوا موضوع ولا يعرف يسأل السؤال إزاي هم يفتح أصلا مهارة الحوار من قعدته قدام الشاشة ما بيعرفش ما هم بيبقى في عزلة وبيبقى إنسان بعد كده منطوي مش عارف يكون حديث لأنه ما تعودش على كده هو بيكلم مع الناس كلها تشات وياريت بالعربي كمان ده فرانكو حاجة كده بدعناها علشان الولاد فإحنا بنعمل مستجدات لنفسنا بتغرب الجيل اللي جاي علشان أمنعه من ده لازم أنا أتحط مكانه أو أحط له حاجة قوية هو بيحبها طب إزاي أحط له الحاجة القوية دي بشكل جذاب يحبه يعني فكرة إن أنا أقول أو أحدد وقت كل يوم وقت للأسرة بسموه الفاملي تايم كده جميل نقعد مع بعض ونتكلم طب ما هو هيبقى رافض ده إيه بقى الطرق وأعزي أسأل حضرتك الطرق اللي تخليني أحبب ولادي إن هما يعودوا معايا ونتكلم ونفتح مواضية وحوار إيه الخطوات اللي عملية ما تبقاش قعدتي وحشة ما تبقاش قعدتي كلها انتقاد أغلب الولاد يقعدت مع بابا قعد يقول لي مش عارفة إيه وقعدتك ورجلك وإيدك وعامل وتحط إيدك كده مش عزيزة بتتكلم بصوت عالي نبرد صوتك تعقيب زيادة عالي لزوم شكرا ساموا عليكم أنا غلط يبقى أول حاجة أبعد عن الانتقاد طبعا أنا لو كبيرة وحضرتك قعدت كل ما تشوفني تنتقدني أقولك أنا هاقعد معك لي مش حاوصل قعدة اللي انت فيه هوية كده طول ما أنا قعدة مقارنة شوفني انت خايف إزاي مش عارفة بنعمك شوف أخوك أنت ما بتاكلش كويس أنت وحش أنت على فكرة الموقف بتاع الشهر اللي فاتت أنت ما كنتش عاجبتي فيه طول ما أنا قعد بوبخه وبقوله وبنصحه دي مش نصايح دي قعدة وحشة وقت النصيحة خليه للنصيحة وممكن أجيبه من بعيد قوي علشان عن طريق قصة عن طريق فيلم قديم شفته عن طريق أي حاجة حكاية لطيفة بحيث أنه يحب قعدتي ما يحب قعدتي لو أنا قعد أكلمه في حاجات ما تخصوش هو دايريكت تخص حاجات تانية بعيدة لكن طول ما أنا بتكلم كلام يضايقه ما هيقومه يسيبه يبقى دي قعدتي أنا اللي بوستها بعد كده بقى يا لو فتحت مجال الصدقة معاه قوي وجي تكلمته في أي حاجة دا دا كويس جدا جدا بس الحتة اللي أنت قلتها دي ما كانش لها لازم هي أخي مش أنت اللي تعملها بجيبها كده مش أنا هوري ما حدش ينفع مع الجيل دا الحاجات اللي احنا الأساليب اللي تربينا عليها لأنهم عندهم مجال واسع قوي عالم آخر هو تفتح عليهم غير أيامنا ما ينفعش أقول أنا تربيت وأمي وأبويا كان بيعملوا معادش ينفع أنها أعمل اللي أبويا أمي كانوا بيعملوا معايا ما يمشيش مع دا العنف الزايد فيه أهالي طول ما أنت قاعد معها تضرب ابنها تضرب بنتها هي دي طريقتها في التعامل صعب يا دكتور ما بقاش فيه مجال دا يعني الولاد ما شاء الله عليهم بقى عندهم من القدرة على حماية نفسهم حتى دايما بنقعد نتكلم معهم عن الترمر ومش عارف إيه وفي المدرسة وخد بالك وما تخليش حد يقتحب مساحتك الشخصية هما بيطبقوا كلام دا علينا كأهالي أنا معاك بس للأسف في أهالي بتلاقي أنه مش عارفة أوصل الحل مع ابني غير بالضرب أنا هو استفزني لدرجة أن أنا بدأت أضربه فأنا بقول للأهالي بحصل طبعا أكيد بس ردود أفعالي الولاد بتبقى مش مقبول ما هينفر بقى خالص أنا مش عايزها ينفر ويسيب البيت وقت المراقة كريتيكال جدا حاجة يعني بتتعامل معاك كأنك بتتعامل مع قنبلة صحيح أنا بخاف قوي أنه هو يسيبني لأنه الفلتة دي ما فيهاش رجعة ودي لازم أخد بالي منها ده من أني فئة عمرية دكتورة بنا ابتدي نحط الفئة المراقة من سن كان دلوقتي من سن عشرة أو من تسعة كمان لأن الولاد عندهم تطلق سبع شبير أو صعبين أو منطلق ده بهمين حاجات أكثر مننا أنا باخد ثقافات وبيعدلوا عليك يعني بيعدلوا أنت بتكلمي إزاي كده ويعني عندهم برضو فكرة مديبة الجانب الإيجابي شوي اللي عايز حضرتك تكلمينا فيه أنه عالم السوشيال ميديا أو التكنولوجي الجديدة فتح لهم برضو أفاق إحنا أجياننا ما كانتش متاحة فأيامنا خالص إن احنا نشوف ألوان من الدنيا والمعرفة والثقافة مختلفة إزاي أخلي ابني أو بنتي يعني يستفيدوا من الجانب الإيجابي لهذه التطبيقات أكيد فيه تطبيقات للتعليم تطبيقات لبناء الشخصية لتنمية المهارات العقلية كمان أنا دوري هنا كأب وأم إزاي أوجه ولادي لهذه التطبيقات وإزاي ممكن ده تبقى تطبيقات جاذبة تبني شخصيات فعلا يعني بشكل علمي وبشكل طبعا يخليهم مفيدين للمجتمع ويبعدهم عن فكرة العزلة وإن هم يبقوا منطويين معندهمش مهارات تواصل لازم أدخل معاه وأشوفه هو بيفيش أععد معاه على الموبايل يعني الأول أعرف هو دماغه ماشي أنه سك موكل طفل غير التاني فيه واحد ميوله شوية في الرسم وفيه واحد ميوله في المزيكة فيه واحد ميوله إنه هو يلعب جيمز فأنا بشوف ميوله لإيه وبدخل معاه في تحديات طب إنت لو وصلت لليفل كذا إنت هشوف طب أنا وإنت لو لعبة ممكن أنا أدخل معاه فيها في تحدي ياريت يعني هو أنا خلاص دخلته في السكة دي وخليته يحترف فيها وياريت لو لعبة تنفع تتلعب في العادي سيء مثلا هو بيحب التنس أخليه شوف الحاجات وصلوا لإيه في التنس وصلوا لفين في اللعبة دي طب ما تيجي نلعب بقى على أرض الواقع ونروح التمرين ونلتزم به ودخل دي مع دي بيحب الرسم برضو أنا بدخله في قصة الرسم وبدخله إنه هو وصلوا لإيه طب عرفني كده المعلومة دي أحسسوا إن أنا جهلة بالشيء وعرفني أنت المعلومة فهيحب إنه هو دكتورة بيحاولوا إنهم يدخلوا في عالم الأولاد فلما يلاقوا إنهم خلاص فقدوا السيطرة على التليفون اللي في إيدهم ولا على الآيباد أو أيا كان يعني الجهاز الإلكتروني اللي معاهم فهيقولوا خلاص خلينا ما لا يأخذ كله لا يترك كله خلينا استثمر فيهم ونبتدي نخليهم ياخدوا كورس ونبتدي نخليهم يعملوا أبليكيشنز ونبتدي نخليهم يعني مدام هو خلاص ماسك التليفون ولا ماسك الجهاز أيا كان نخلي الوقت ده وقت يكون يعود عليه بالفيدة إحنا كده لو الأهلي بتعمل كده بتزود المشكلة ولا بتقللها بتعزل الولاد زيادة ولا بتخليهم يستثمروا الوقت اللي هم بيقضيه على الأجهزة الإلكترونية على حسب هو يعمل إيه يعني هل الولد كبير بالقدر الكافي إن أنا أعتمد عليه إنه يعمل حاجة كبيرة زي دي ويعمل أبليكيشن ويدخل في القصة دي ولا إن أنا بخليه يعود أكتر بلا فيدة هبقاتش مجددا ناس كبيرة من أول عمر سبع أو ثمان سنين لا أنا أعتمد برضو هو حتى لو يقدر يعمل حاجة عينيه فين دماغه فين اللي شغالة الحاجات اللي يجب الواقع الحقيقية الواقعية طبعا هو مش عارف يتواصل مع الناس مش عارف يتعامل معاهم فأنا ببعيده أكتر فحتى لو هو هاوي وبيفهم لازم أخده شوية يروح تمرين يروح يلعب مع الولاد يروح ينزور أهالينا يعمل أكتبت تانية غير ده حتى لو هو شاطر فيه ومجتهد ده بيأثر على صحته النفسية وعلى شخصيته كمان طبعا بناء الشخصية بالناس اللي حواليه بإنه يتعامل ويغلط وعلمه غلطه وأقوله أنت كان المفروض تتكلم بالطريقة الفلانية أو أو ما ينفعش أن أنا أسيب وينطلق وأقوله أنه يتعلم بشكري شكرا جزيلا دكتورة سامر كيشك استشارة طبة النفسي والصحة النفسية نورتينا وشرفتنا فاني شكرا لله تسلام شكرا للمشاهدة